مساعدات تفطير الصائمين من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء كان محمد بن شياب الزوري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام وأبو بكر بن أبي مريم يقول سمعت ما شيختنا يقولون إذا حضر شارو رمضان قد حضر مطهر مطهر يسمونه مطهر ويقولون إن بسطوا بالنفقة فيه فإنا تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل رمضان شهر المواساه سعي على الأرامل والمساكين والمحتاجين العوائل الفقيرة مصاريف الدراسة مصاريف العلاج إيجارات البيوت فواتير الكهرباء الإعانات أنواع البذل السلال الغذائية هؤلاء اللاجئين هؤلاء المساكين اشتركوا في القناة